وحديثنا في مقدمة هذه الحلقة عن مستجلبات البركة البركة الخير الكثير مصدر البركة من الله عز وجل تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام عظم عطاؤه وكثرت خيراته وكملت أوصافه هذا معنى تبارك اسم ربك فالبركة الخير والنماء والزيادة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم البركة من الله فكل ما نسب إليه مبارك كلامه مبارك رسوله عليه الصلاة والسلام مبارك عبده المؤمن مبارك بيته الحرام مبارك كنانته من أرضه الشام أرض مباركة لا مبارك إلا هو الله هو الذي يبارك لا أنا ولا غيري ولا فلان ولا علان ولا أي واحد يملك البركة من عنده الله سبحانه وتعالى هو الذي يملك البركة لا أنا ولا أنت ولا هو ولا زيد ولا عمر البركة من الله يجعلها ما يشاء في الأعيان والأقوال والأعمال والأشخاص فمثل النبي صلى الله عليه وسلم مبارك ماء زمزم مبارك وهكذا البركة ثبوت الخير ودوامه وكثرته وزيادته من أراد البركة يطلب من الله ما يتمسح بأشخاص ولا أولياء ولا يذب يطلب بركة من مقبور ولا حي ولا ميت يطلب من الله بعض الناس معا يتبركون بأشجار وأحجار وأضرحة ويتمسحون بالقبور ويلتمسون البركة بزعمهم من هذه الحواجز الحديدية الموجودة على القبور وعتاب عتبات القبر لكن لو جينا إلى ناحية الشرعية ما هي الأشياء التي تستجلب بها البركة أولا التعلق بالقرآن الكريم وهذا كتاب أنزلناه مبارك فهو عظيم النفعي عظيم الخير وفيه علوم الأولين والآخرين البركة العظيمة وقيل الذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا لو عمل به الناس لفتح الله عليهم بركات عظيمة لو أنهم عملوا أقاموا ما أنزل عليهم من ربهم قال الله سبحانه وتعالى لا أكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم ومن بركته أنه يشفع لصاحب يوم القيامة من بركته الاستشفاء به ومن نزل القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين سورة البقرة يقول عليه الصلاة والسلام اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة فإن أخذها بركة وتركها حسر ولا تستطيع البطل يعني السحرة من مستجلبات البركة الإيمان وتقوى الله قال الله عز وجل ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض بركات بلا حساب بركات من فوقهم ومن تحت أرجلهم بركات أنواع وألوان وأشكال وصور بركات في النفوس والزوجات والأولاد والأرزاق والمشاعر والعيش والحياة والنصر والفتح والأمن والاستقرار